اشتركوا في القناة وكان في مقدمة مستقبلي جلالته قداسة البابا فرانسيس الذي رحب بجلالته وبزيارته للفاتيكان وقد اعرب جلالة الملك المعظم في بداية اللقاء عن شكره وتقديره لقداسة البابا على حفاوة الاستقبال واستعرض جلالته مع قداسته العلاقات الثنائية الوثيقة وافاق التعاون المشترك بين مملكة البحرين والفاتيكان وسبل دعمه وتنميته بما يخدم القضايا الانسانية الى جانب جهود الجانبين في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتآخي والحوار والتعاون بين الشعوب واكد جلالته حرص مملكة البحرين على توثيق الروابط التاريخية مع الفاتيكان بما يسهم في ترسيخ مفاهيم المحبة والوئام والسلام وتعزيز السلام والاستقرار العالمي وخلال اللقاء استذكر جلالته الزيارة الكريمة التي قام بها قداست البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الى مملكة البحرين ومشاركته في حوار الشرق والغرب من اجل التعايش الانساني مع اخيه فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين وقد اعرب قداست البابا فرانسيس عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على جهود جلالته الخير ومبادراته الانسانية النبيلة من اجل خير شعوب العالم كافة وعلى استضافة وتنظيم مملكة البحرين للمؤتمرات العالمية الهدفة الى تعزيز الحوار والاحترام المتبادل والتسامح والحرية الدينية وثمن جلالة الملك المعظم الدور الكبير الذي يطلع به قداسته في دعم الحوار والتفاهم بين الاديان والثقافات والحضارات ونشر قيم الاخوة الانسانية والتسامح وتعزيز التعايش بين البشر على اختلاف انتماءاتهم واكد جلالته على ان مملكة البحرين ستبقى وتظل واحة للتعايش بين اصحاب الديانات المختلفة وتعد نموذجا يحتذا به على صعيد التعايش واحترام الاخر وصون حقوقه في ممارسة الشعائر والمعتقدات دون اي قيود حيث تتلاقى المساجد والكنائس والمعابد في صورة تجسد السلام والطمأنينة التي تحتفي بها المملكة كرمز لحوار الحضارات والثقافات واعرب جلالته حفظه الله ورعا عن سعادته باستضافة مملكة البحرين لمؤتمر الحوار الاسلامي المسيحي الذي نظم عام 2002 ومنتدى الوسطية بين النظرية والتطبيق في فبراير من عام 2005 ومنتدى حوار الحضارات في يناير من عام 2008 في اطار الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لترسيخ صورة المنطقة بشكل عام والبحرين بشكل خاص كملتقى جامع للناس على مختلف اطيافهم ومشاربهم ضامن لهم حقوقهم في ممارسة شعائرهم وتناول اللقاء الاحداث الدائرة في الشرق الاوسط واشاد جلالته بحكمة قداسة البابا ومواقفه الداعمة للاستقرار والسلام في المنطقة ورفض العنف واستهداف الابرياء وحماية المدنيين حسب القوانين والمواثيق الدولية كما اكد جلالته على اهمية الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات دولها وشعوبها في التنمية والازدهار ترجمة نانسي قنقر